الحمد لله رب العالمين وأسمائه وصفاته العظام وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس انتقوا الله تعالى واشكروا على ما خصكم به من الفضل العظيم والزين القويم وقد أكمله لكم وأسم به نعمته عليكم ووعد بحفظه من التغيير والتبديل قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله يجب على المسلمين أن يعتذتوا بالإسلام فهو دين العز والكمال قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فمن ابتغى العز والرفعة بغير الإسلام أنا الله الله لم يترك الإسلام جانبا من جوانب الحياة إلا نظمه أحسن تنظيم ولا فضيلة من الفضائل إلا وحد عليها ولا رذيلة إلا وحدر منها فهو كامل في جانب العقيدة وفي جانب العبادة وفي جانب السياسة وفي جانب المعاملات وفي جانب الآذاب والأخلاق صالح لجميع البشر في كل زمان ومكان بيّن الله فيه كل شيء يحتاج إليه الإنسان قال تعالى إن هذا القرآن يحدي للتي هي أقوم أقول قولي هذا وأستغفر ما ألي ولكم ولسائر المسلمين من كل دم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين عباد الله فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بغير المسلمين في شرونهم الخاصة بهم من عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبينت سوء عاقبته وشدة عقوبته وحذرنا من مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم التي يقيمونها ويحتفلون بها فقال عليه السلام والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا ومن مبتلي بعض المسلمين اليوم مشاركتهم الفرح بعيد مشاركتهم الفرح بمناسبة عيد الميلاد النصراني وتبادل التهالي معهم وتعضيل الدوائل والأعمال الرسمية بهذه المناسبة التي هي إغار المشعائل دين النصارى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن ذلك ترك الوظائف الراسبة من المصانع والتجارات أو خلق العلم واستخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه بالخير وغيرها على وجه يقالف ما قبله وما بعده من الأيام إلى أن قال رحمه الله فجمع ما يحدث فيه من المنكرات مثل إيقاذ النيران وإحداث الطعام والصناع الشموع وغير ذلك فإن اتصاد هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى ليس لذلك أسل في دين الإسلام ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أسلا على عهد التلف الماضين بل أسله مأخوذ عن النصارى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ألا صلوا وسلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليهم اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأرض أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفاة والمتدعة والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يهددكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر آمين آمين من يوم الجوعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتروا من قضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة النولة ونفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سميع الله من حميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله وفي عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلِّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَرِكَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَرِكَ فَأَوْلَئِ كَوْمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَرْهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله أكبر مِنْ اللَّهُ مِنْ حَبِيرٌ الله أكبر مِنْ 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة